هذا كل ما نتمنى ونحن نتسنى انه المعروف انه فش يتحور واحد للفيروس يقدر يتحور وينزل من الشراسة ديالو اذا نتمنى وانه كل شي تيهضر على هذا القضية ولكنه لا يوجد معلومات علمية كافية لكي نؤكدها انه يبقى هذا الفيروس ديال كورونا محل الفيروس ديال الغريب اللي تعيشنا معه منذ سنين وانه يكون موسمي ولكنه بواحد الحدة اقل هذه الساعة لا يوجد شي مشكل اذا هذا كل ما نتمنى ارتفع ورده كان منتظر بشكل مفاجئ كان منتظر لاحقا نعرفه بانه اد اوميكرون راه وزارة الصحاف البلاغ ديالها قالت بان هو السائد 95% اذا هذا تنتشر بسرعة كبيرة اذا ممكن عر ترتفع الاعداد وترتفع الاعداد لا في صفوف الاطفال ولا في صفوف البالغين اللي تنعود ان اكدوا عليه انتم مشتوا مع الاسف سيدة اللي توفات الله يرحمها وانه كانت عندها سبعة وستين سنة وانه كان عندها مراض ديال السكاري وسمرة وكذلك انها ما درتش الجرعة تاريتا رغم انها الجرعة التانية كانت درتها في شهر مارس 2021 لا الارقام ديال الاصابات غاديكون كتر ولكن الارقام ديال الوفيات مارا ما تتخزنوش اذا احنا تنعرفوه بانه هاد اوميكرو فهو تصيب اكبر عدد ولكن كماشنا لا في الدول بحل بريطانيا ولا فرنسا ولا جنوب افريقيا فالاماته قليلة فيه وادشي علاش وكذلك سنن الحمدالله على بلدنا نحقاش الحمدالله بفضل تلقيه وفضل حتى الاحترام ديال التدابير وخش النواح التراخي فما كان لدينا حالات مستعصية نسبة الملء في الانعاش 10% ونتمنى انه تبقى خفيفة لاحقاش نعرفوه بانه يلا عندنا 5500 سرير ديال الانعاش واننا خصنا مشين تكلفوا عبر الناس ديال المراد الكوفيد ولكني بقع المرضى الاخرين اذا ما نبغيوش يكون ضغط على المنظومة الصحية ديالنا لا يديروا لقاح من جره اخرى اللي بغى اما يدير فيزر ولا يدير سينوفارم هذا ما تشكله حتى شي مشكله سنعرفوه بانه اللي قاح الناس اللي عرفوه راه كيم بزاف ديال اخبار اللي زائفة ولكن سنعرفوه بانه المنافع كتير بكتير من الاعراض الجانبية اللي كانت عند البعض منهم مستعصية ولكني سنعرفوه بانه اليوم راه تمنيات الملاير ديال الجرعات اللي تعطوه في العالم إلا اخدينا مثلا فايزر جوجد الملاير و 500 مليون جرعه إلا اخدينا سينوفارم كتر من مليار و 500 مليون جرعه إلا اخدينا جونسون كتر من 500 مليون جرعه إلا اخدينا كذلك أسترازينيكات اوه كتر من مليار جرعه إلا عندنا واحد الركول كافي باش نقولوه بانه لبينيفيس كبير بزاف 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 من الريسك والاعراض الجانبية كانت عند الناس بعض الناس اللي مستعصية وإحنا مثلا نلخدنا المغرب فكين واحد اللجنة وطنية ديال اليقضاء ولجنة جيهوية لتتبع جميع الاعراض الجانبية قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو فلاشين فيبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعية